الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الله عز وجل أعلم خلقه بأن القرآن الذي هو كلامه هو هداية هدى للناس فالقرآن هداية لكل من طلب هذه الهداية هدى للناس من قرأ القرآن علم الخير الذي فيه فدخل الإسلام وهذا من جمال دين الإسلام وكمال دين الإسلام وأنه من عند الله عز وجل أنه يمكن للجميع الذي يطبق ما فيه من الأوامر أن يدخل فيه فلا يؤخذ الإسلام بالوراثة ولا يؤخذ بالمال بل يؤخذ بتطبيق ما أمر الرب المتعال سبحانه وبحمده لاحظوا أن الله هنا قال هدى للناس ولم يذكر هداية واحدة بل جعلها عامة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أي اليقين هو لا شك فيه هدى للمتقين فهدايته ليست محصورة على أمر واحد هداية في الدنيا بل هدايات وفي الآخرة بل قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق والمعاملات والأحكام والعقيدة وفي كل الأشياء فيا أهل القرآن أطلبوا الهداية من القرآن إذا جاءكم أمر فسارعوا بتطبيقه إذا وجدتم نهيا ونهيتم عن شيء فسارعوا بتركه فإن ذلك هو ثمرة الاهتداء بالقرآن لتفوزوا بالفضل العظيم وهو أن تكونوا من أهل القرآن فتسعدوا يوم القيامة بأجر ملازمة القرآن تلاوة وحفظا وعملا وتدبرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن والحمد لله رب العالمين شفيعا لكم شفيعا لكم شف shouting